هذا وتستمر جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الري لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصاقي المائية لتعظيم الاستفادة منها المزيد رصده لنا الزميل مصطفى سعد مراسل دي ام سي من قرية عرب الغذيري أتابع لمركز شبين القناطر بمحافظات القليوين مستمر عمليات تبطين الترع داخل مؤسسة حياة كريمة هذه المؤسسة التي أطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوفير الحياة الكريمة لكل الأسر على مستوى محافظات الجمهورية ونحن الآن متواجدون أمام إحدى الترع التي تم تبطينها والاستفادة الكبيرة التي تعود على المزارعين من قلة التكلفة ووصول المياه إلى نهايات الترع وأيضا زيادة انتاجية الفدان وكثرة المياه للأراضي الزراعية والكثير من الاستفادة التي تعود على المزارعين والمشاريع القومية التي تندرج تحت مؤسسة حياة كريمة لكن هناك تفاصيل أخرى سنتعرف عليها من خلال المهندسة وسام هارون مفاتي شري القليوبية مش مهندسة برحب بك يا فندي معنا على شاشة ديمسي ولو تطلعين أكثر عن عمليات التبطين التي تتم في كل قرى محافظة القليوبية والاستفادة الكبيرة التي تعود أيضا على المزارعين والمواطنين الذين كانوا يشعرون به التلوس الكبير من هذه الترع والمساقي المختلفة لكن اليوم انتهت كل هذه المعاناة وأعطت هذه المصاقي والترع الأمل الكبير والاستفادة الكبيرة لهم نحن دلوقتي متواجدين قدام ترعة البورة ترعة البورة من ضمن الترعة التي تم تأهلها تحت مؤسسة حياة كريمة ترعة البورة كانت ترعة متعبة حضاك متخيل أنها ممكن كان يبقى فيها أي حاجة زبالة موجودة تلوس قمامة طبعا الكلام ده كله كان بيقفل الترعة الترعة ما كانش بيوصل لنهايتها مية ولا المساقي الخصوصية اللي واخد منها كانت بتدخلها مية لكن بالتالي بعد موضوع التأهيل وتأهيل الترعة وتأهيل المساقي طبعا الوضع اختلف اختلف كليا وجزئيا الترعة بقت زي ما حضرتك شايف منظر المية عامل فيها ازاي ما عادش التلوس اللي كانت بتعاني منه ده موجود المية عادت بتوصل لنهاية الترعة بكل سهولة بعد بتدخل في المساقي برضو الخصوصية بعد تأهيل المساقي كمان بكل سهولة طبعا ده وفر جهد ومجهود على الناس كلها الكل اللي بيعدي على الترعة استفاد سواء المزارع نفسه طبعا حاس بفرق كبير في سهولة الري تواجد المية بصفة مستمرة كمان المهندسين القائمين على إدارة الترعة في التطهير وفي متابعة المخلفات على الترعة طبعا ما عادش الزبالة دي موجودة كمان موضوع التأهيل المساقي الفلاح نفسه بقى مجبر يحافظ على المسأة بتاعته بعد ما شاف الفرق واضح أنا دلوقتي الترعة المية موجودة عندي بيجيلي بكل سهولة أنا بقيت مجبرة أن أنا أحافظ عليها علشان حسد بالفرق أن أنا المية كانت قبل كده إزاي أنا ما كانش بيوصل لي مية قبل كده في المسائل الخصوصية كانت مقفولة تقريبا مقفولة قفل محكم لا دلوقتي المية بقت موجودة بقت موجودة بكل سهولة وبتوصل لي بكل سهولة أنا بقت مجبرة أن أنا أحافظ عليها عشان أقلل التكلفة بالنسبة شكرا جزيلا المهندسة وسام هارون مفتش ري القليوبية الكثير من الاستفادة التي تعود على المزارعين والمواطنين من توفير وظائف العمل المختلفة من مثل هذه المشاريع القومية التي تندرق تحت مؤسسة حياة كريمة هذه المؤسسة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والكثير من توفير الحياة الكريمة والدعم والإنشاء والتطوير داخل كل المجالات المختلفة منها التعليمية والصحية والرياضية وإنشاء المدارس وتطويرها والكثير من عمليات رصف الطرق ودخول البنية التحتية من الغاز الطبيعي وعمليات الصرف الصحي المختلفة وهذه المشاريع التي تقوم أيضا كما ذكرنا بتوفير وظائف العمل المختلفة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الكريم